وده لقى تيحان لقاءنا المحبب إلى النفس الحقيقة وفضيلة الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجماعة الأزهر مولانا منورنا بكم ونور الله للجميع الطريق بقى أنا مولانا كنت من يومين بتكلم على مسألة أنه المنابر الكبرى يجب عليها أنها تناقش الأفكار الكبرى أو أن الأفكار الكبرى لا تناقش إلا على منبر كبير ويمكن من ضمن الأفكار وده طول الوقت أظن موضوع مطروح مسألة كيف يرانا الآخرين الغربي بيبصوا على الإسلام والمسلمين إزاي وساعات كتير بعض أفكر هل يجب أنه ينظر للإسلام ولا ينظر للمسلمين طب المسلمين فيه منهم اللي فاهم واللي مش فاهم وفي منهم الخطاء وفي منهم غير الخطاء إلى آخر السؤال الكبير هل الإسلام دين الإجبار؟ هل الإسلام دين القمع؟ هل الإسلام دين القتل ولا هو دين الرحمة؟ وهل في الكلام دلائل من القرآن الكريم واضحة بجلاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الله رحمة والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله القائل إنما أنا رحمة مهداة ورضي الله تبارك وتعالى عن صدر الإسلام من آل بيت النبي وأصحابه وأزواجه وخلفائه الراشدين وأولياء الله الصالحين وبعد حقيقة أن ما تفضلت من عرضه وطرحه يحتاج إلى أسفار طوال لأن هذا تشخيص للداء ونحاول وصف الدواء إن شاء الله عز وجل أولاً يا سيد الكريم الإسلام لا يسعى إطلاقاً لا في الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل على إكبار أو إكراه الناس إذا كان رب العز والجلال يعاتب ويوجه ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين يا سلام الرسول عليه الصلاة والسلام نشر الدعوة بأخلاقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وإن نكل على خلق عظيم سيدنا لما نتأمل في حياة الصحابة وهم الجيل رضي الله عنهم أجمعين الذي فهموا الإسلام نشروه بإيه نشروه بمكارم الأخلاق يعني حضرتك لما وصلوا إلى أواصد أسيا ولما ذهبوا إلى شرق أفريقيا التجار كانوا في السوق اللي هم المسلمون كانوا يتعاملون بالبشاشة والصدق والأمانة الله فإذا جاءت الصلاة قاموا وتوضأوا وقفوا كالملائكة في صفوف خاشعة فالناس ابتدت تسأل من هؤلاء يقولون مسلمون يقول الناس وما الإسلام ابتدى الناس تبين لهم إيه الإسلام حتى إن أبو سفيان لما كان قبل أن يسلم وهرق في الشام سألوا يعني عن رسول الله حديث مطول في البخاري فهو الحقيقة قال له يعني قال سألوا عن الصدق عن الأمانة هل يتبعوا الناس هل يكسرون هم يقلون ففي الآخر هرقل قال له قال له يعني لإن صدقتني فسيملك موضع قدمي هاتين فحضرتك احنا بنفتقر الآن بعد أن يعني طغط المذهبيات والطائفيات إلى القدوة في أنك تحسن عرض البطاعة حلو